مطلوب من الأمة أن تهب نصرة للمسجد الأقصى المبارك مسجد الأقصى هو ثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين قبلة المسلمين الأولى ينبغي للمسلمين أن يهبوا في كل مكان نصرة للمسجد الأقصى في المسجد الأقصى ليس للفلسطينيين فحسب هو للأمة تيراتهم المزيفة المزيرة فهو صوت الحق والنصر والقوة الأقصى لنا لا للظلمة تبدأ على مستوى علماء الأمة بأن يقوموا بدورهم ثم الحكام أن يقوموا بدورهم ثم المرابطين في المسجد الأقصى أن يقوموا بدورهم ولهذا تتضافر كل الجهود لكي تؤدي دورا واضحا في حماية المسجد الأقصى وأنا أقول حقيقة لا عذر لأي متقاعس ولا عذر لأي قاعد فالمسجد الأقصى يمثل عقيدة الأمة ويمثل بقاء الأمة يلعب بمشاعر المسلمين مطلوب أن تتحرك جماهير الشعوب العربية والإسلامية وأن يتحرك العلماء في كل مكان حتى ننقذ المسجد الأقصى من غطرسة وظلم وعدوان اليهود المتطرفين اليهود برعاية الحكومة الصهيونية يعيتوا في المسجد الأقصى فسادا في داخله وتحت أصواره في مقابره في مناهجه يقتل المقدسي يعتقل المقدسي يداس على رؤوسهم يجوعوا يقتلوا يهجروا نفخ البوق في ساحات المسجد الأقصى أنهم هم أصحاب السيادة الدينية والروحية وحتى السياسية على هذا المكان المخدس نفخ البوق في ساحات المسجد الأقصى يعني أن هذا معبد يهودي كان قبل ألفين عام وهم يعودون إلى ذات المكان الجديد ليؤكدوا أنه معبدهم ومنصات التواصل الاجتماعي في القيام بدورها في فضح الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك وتعبئة الجماهير والشعوب العربية والإسلامية وحثها على التحرك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك